بيكسب ايه? كل حتة. يا جماعة الاه اللي بيكسب ايه? بقولك بالحكام. طب افريقيا. طب ما احنا بنلعب بحكام اجانب. طب لقاءات الخدمة بنلعب بحكام اجانب. طب الاه كان بيكسب الزمالك والامبراطور امام هو اللي بيدير. انت الوقت بتكسب. انت الوقت بتكسب بالحكام الاجانب فلاغوها. ايو? عشان ما تكسبش. اه. يعني شوف التناقض وشوف لا يمكن ده يكون توجه نقل. اه. يعني ايجي بيلغي لك التحكيم الاجنابي بيلغيل ايه? ام. وبعدين وحنيجي بساعتها. اي. التناخض ما 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 مع نفسهم. اي. لا فيش حكام اجانب بعد كده. وبعدين دحق النادي. اخي دبالك. اه. هذا الكلام. ده معناه اللي بيكسب بالحكام. لما تجيب ناس ما تعرفهاش. ولا تجيب ناس تعرفها. طيب. ورينا شوارب الشمعة الاولى. خلط الكورة. انا بحبكوش. ليه? يعني عشان اسماعيل بحبه. وبعدين كنتو بتغلبونا زمان بقى بش انتا بتحكامو. انا واحنا برضو عرفتو انا كنا نغلبكو. انا كنا نغلبكو اناشئين كتبارو عليك اناشئين. يعني انا شايف النادي قالي السبب من التحكيم اكتر مضرف. سنادي? في كل السنين. مش السنادي بس. اهوش الاهلي بس. يعني انا متعلم في مصر. مش الاهلي بس. احنا برضو عندنا حاجة. انا شايف بصراحة. الدوري انا مش ازي حاجة والله عظيم. بس انا شايف ان الدوري لو حكمو اجانب. انا دهالي مش اخد الدور. انا مش علق على اي سؤال. وهبدأ اعتراضي بالصمت على التحكيم في مصر. هنوصل لغاية ايه? وهنوصل لغاية فين? الاهلي يزع لراد الزمالك. الزمالك يزع لراد الاهلي خلاص. نلغي بقية الفرق. ونراد الاهلي اقول الاهلي والزمالك يلعب مطشين. وهما يحددوا الدور مع بعض. يعني انا مش عارف في ايه. يعني احنا قديناه براة كبيرة باش كل عبتي. اه 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 النادي الاهلي اللي كابتن فتح مبروك قال علي برشورونا. اذا نوقفه تماما الحمد الله. ملهمش اي فرصة تذكر. بالعكس حالينا فرصة شوط الاول وفرصة تانية بتاعتها الشوط تاني. مين الحكام بيخاف منه? الاهلي طبع. بجد. والزمالك والله. والزمالك فيه الفترة كده. اه. كان فيه حكم لا داع الاسم. اه. وانا في الزمالك. اه. اه. او كان زمالك او. اه. كان يجي زعاقلك مسلا ويتنرفز عليك وقولك اقف ال 18. يعمل نفسه انه هو بتخاني معاك وكلام ده. ولو كلم تتخاني هتطلع لك انظار. قل تعاله. اقف. اه والله. اقف. اه. اقف. اه. توقف يقولك ايه. اخش ال 18 من نفسك. خام. اه. اه. بعد كل الاتهامات اللي قيلت على الحكام. وعلى فكرة كان الوقت ده ويتسع هتلاقوا كتير. لا لا اهم من كل ده. اه. ما يصار النهاردة. اه. في المؤخر التواصل الاجتماعي. ما يصار على لسان البطولات الحلال والبطولات الحرام. ايوه. اهب ده ده يعني انا معليش اول مرة حختلف من الاعداد. اه. اختيار غير اه. مش في الجون. اه. انت جيب لي الناس بقى اللي بتتلكك وبتعايت والتحكيم. لانما جيب لي ناس اه في ماتش اه معين. لا انا انت بتكلم دلوقتي انت بتقول باكتب بالحكام. خلينا مع الحوار اللي كان فيه او اللقطة اللي كان فيها دكتور عم منع عمارة. اه. هو راجل ده مخفيف قال لك هبكوش عشان رجل باكوش عشان رجل باكوش عشان رجل باكوش عشان رجل اسماع اللاوت. وبيحبهنا في كل حاجة تاني. طيب الضيف اللي كان معاه قال لك الاهل بيكسب الحكام. ولو فيه حكام اجانب مش هياخد بطولات. هو قال الكلمة دي سنة كام. من يوم ما قالها جابوا له حكام اجانب. ويعيني مكسبش غير الاهل من المعدين. بالمناسبة كل بطولات افريقيا بيديرها حكام اجانب. والاهل صاحب النصيب الاوفر من البطولات. كل لقاءات القمة بين الاهل والزمالك بيديرها حكام اجانب. والاهل بيكسب لقاءات القمة فيما آآ غلب. لازم نرجع لكلمة الاهل بيكسب الحكام تفصيلا بقى بعد كده. خلاصوا الحكام. نقشنا قبل كده في ملك وكتابة علاقة الاهل بالسلطة. من اول بدايتها لغاية العهد السابق. وغلبية عناصر الحكم دايما وابدا مش من الاهلوية ابدا. ومع هذا كانت دي الشمعة التانية. نبيل الحلفاوي قاعد على تويتر. تعرفين فيه ناس كده من العمد بتاع تويتر. نبيل الحلفاوي. فانه نبيل الحلفاوي من العمد يعني. قاعد يرد. تخيالوا الحوار. على واحد ازا كان النادي الاهلي ده نادي النظام ولا لأ. قاعد بيقول لسه ده نادي النظام. فتخيالوا الحوار اللي بين. يعني النادي الاهلي العظيم البتاع. ابتدى يبقى فيه. طبعا احنا عارفين ان فيه صحفيين النظام ومش عارف ايه ورجال عمال النظام. انما نادي النظام بقت جديدة. فيعيني برضو الابطان نبيل حلفاوي. خد المسألة جد. وابتدى يتكلم لا يا جماعة. ونبيل حلفاوي الاول قال له ايه? قال له ايوة هو نادي النظام صح. اه كل حاجة فيه منظمة. نبيل حلفاوي ما تخيلش. فواحد بعت له من اللي عندنا على تويتر. قال له لا ابتان. دي بيقولك يعني النادي النظام يعني نادي الحكومة. حتى النوادي ابتدى يبقى فيها نظام ومش نظام. والنادي الاهلي يبقى نادي النظام. الفرق بينه بالنادي الاهلي تعالى النادي الاهلي عريقه وابتلاطه. الفرق هو الاهدي. هو عشر سنين المرحوم البطل العظيم امر السادة. السيدة جان تلقت في التلفزيون. قالت الرئيس بيزعل لما الاهلي بيتغيلي. خد الزمالك شاف عشر سنين ويل. ما خدش فيه موالة بطولة. احنا بنقول من باب الوطنية. هي كوادر اهلوية. من باب الوطنية. ان طالما فيه تثبيت للنادي الاهلي في ياريت الكوادر الاهلوية. اللي بتحمل الجنسية المصرية تثبت الزمالك برضه. طيب يعني في عصر رئيس السادات اللي بيكسب الدول. طيب في عصر رئيس مبارك. تلاتين سنة. تلاتين سنة. خدته كم دوري. ولاء اللي خد كم دوري. احنا يعني رجعنا بطولات الاهلي تاريخيا مقارنة بالسلطة الحاكمة. في وجود كل عناصر النظام الحاكم السابق من الزمالكوية الغلاء. ولاء اللي بيكسب بطولات. بس مش عايزة تشتغل. ما تسرد لنا بعد نمازي كده. كان لازم بتكلام. ناس بترمي يعني بالاها على اقرب حاجة. غير ان هي تشتغل. عشان كده تسمت شماعة. ازاي تقدر تعلق فشلك على اي حاجة. غير ان انت تعترف ان انت محتاج تشتغل. خلصت الشماعة التانية انتاجه شماعة جديدة. ما حدش يقدر يمسكها. لكن موجودة. مناسبة الاجتهاد بقى والحظ. وانا قلت بقول ان الاهل بيكسب بالحظ. لو متخب مصروخ اتحز نادي الاهل. كان زمان متخب مصروخ الكاس عالم ثلاث مرات وربعة. الاهل بيكسب بالحظ. بالحظ والله. والله عزيب بالحظ. اخر ده بيحط الاجوان. والله. والحظ خدمه. انا بقى عبرت معاك. ماشي معاك. الاهل يحظه ولي بيكسبه. الحظ خدم الاهل. شوفنا ازاي الاهل يكسب كل هذا. من فرصة ثابتة والمشار مسارع جدا. نحو اقرار كسطور الاهل. يسعى الاهل التمييز يسعى الاهل للحفظ على ان كانت وقيمت ومسؤوليته في المكمة. لم يكن خطير لدرجة ان كانت المبارك المتنونة لكلام والربي والهري وخلاص. هتشتغل بالكلام. بالضبط. عشان كده قلنا في الفترة دي. هما ليه بقى. يعني كل ما الموضوع ايه الطريقة اللي بيقوموا بيها الان. خلاص كل الشاعر. والله ما بقول له قده ده واختباله عن كيسه بعمله فضايا. الحظ لما بيروح للي يستحقه للي بيكتهد للي بيخلص. ومش شرط يروح في نفس التوقيت على فكرة. ممكن تخسر في الوقت ده. انما ربنا يديك في وقت مهم جدا. وكنت الناس كلها تتوقع ان انت مكنتش تاخد فيه الموضوع ده. فقصة اللعبة على ان لو حظ النادي الاهلي موجود مش عارف ايه. كلام ده كلام كفتة. 128 بطولة. 128 بطولة للنادي الاهلي. اكيد مش بالحص. اكيد. اكيد مش بالحكام. ازاك يا مرجان. والله مش مبسطة ساعة البيت. ليه يا مرجان. حالك جنن. اوزين شوية هز. لو ربنا ادانا شوية هز من اللي بيدي الاهلي بس. اه عشان الزمالة جتغلب يعني. ربطع الفينا. ان شاء الله هنأخذ الكاس. ربطع يا مرجان. شفتوا شوية هز بقى. هو ده. هو. انا عايزة سألتقها. اه. ايه الحظ. عبارة عن ايه. مفهوم الحظ. تعريف الحظ ايه. يعني ايه الهو الحظ. شوف لو لو لو. يعني انت وانت نعم وفتح بقى كده وجعان ورايح في النوم. تروح تفاح واقع بقى. يعني نيوتن ده كان محظوظ. كان نفسه يأكل. فلاع التفاح ابقى فقالك الجاذبية. هذا عبس. نتكلم في الحظ كتير. ممكن اكسب مباراة ابقى لكي فيها. جاتلي فرصة جبتها والتاني جاله عشر فرص ما جاتش. لكن بالمعاردة. تمانين في المية من هزام الاهل اللي هي. مع فرق بتسيطر انت عليها. بتضيع فوق بتاع. والحظ التحكيمي ما يكونش موافق كمان. يعني انت حظ. ويا رب من خلينا في يوم الايام نلجأ لشماعة. لان هو ده. هو ده. هو ده. شوفوا لو الحظ معناه التوفيق. فالتوفيق من عند الله. والتوفيق زي ما قال. او الحظ لو اعتبرناه المراد في الشعب ليه. اللي قاله واق الرياض. لا يصيب الا من يستحقه. هل ربنا بيوفق حد مش شغال. هل التوفيق ممكن يصيبه واحد خامل? هل هزا الفاشل الكسول الخامل اللي مش قادر يعمل اي حاجة غير انه هو يدور على اي حاجة. قصو مش عارف سنة كامت قال ايه وعشان الاهل محزوز. طب وانت ليه ما تبقاش محزوز? لو انت تعرف السكة اللي الاهل اشترك منها الحظ. خليك شاطر وروح ارجع على المسأل بتاع نيوتن. لا ارجع على المسأل بتاع نيوتن. كم واحد نمت تحت شجرة التفاح وقعت جنبه تفاحة? يعني ايوتن موفق انه يستلن فكرة الجاذبية الارضية من تفاح وقعت جنبه. التفاح وقعت بالحظ. بس مش بالحظ. هو انه وقعت يفكر في الظاهرة. كم واحد وقعت فوق دماغه وتفاح عوره. من غير ما يفكر هو اتعور ليه ولا. في حد خالت تفاحة وفكر. وفكر. لانه ربنا خلق في دماغه. حادي يفكر بيه. وفي حد خالت تفاحة. وقمش. وقمش. وبعد كده ايه? هو الحظ بتاع نيوتن ان ربنا يداله عقل. ايوا. بس. طيب. خلصوا الحظ. انا مش عارف انتو يعني ايه النشاط الزهن الكبير. لمصانع معا. غير التفوق. غير الشغل. غير الشغل. او الله. ودي بتريح مين? الراجل تملي. ده الاهل ده محظوظ بيهم قوي. هو ده الحظ. بالضبط. الاهل محظوظ. يتوجد ناس. انه منافسيه بهذه العقلية. انه لا انه منافسيه يركنوا الى افكار ملهاش دعب الاجتهاد. بالضبط. فيظلوا مستنين الحظ الاهلي. خلصوا الحكومة. خلصوا التحكيم. مسكوا في الحظ. تم خلصوا الحظ. الجديدة دي. جديدة شوية. نشوفها. الاهلي حصل افضل القب بفضل لعابي الاسماعيلي نعم ام لا? نعم طبعا. هو دي بقى حدود. وبرضو كرروها. حتى لما نعمل احصائية ونقول لهم والله الاسماعيلي والله خد من الاهلي لعبه اكتر من الاهلي. يا اخي مش هي دي. والله والله تلت تربع لعاب اسماعيلي اللي بيقوله سوء 2004. ها? والليجون بعد كده ما كانوش في الاسماعيلي وقتها. بالضبط. النقطة التانية. الدكتور كمال بقول لعابة اسماعيلي انا واخد منك اسلام الشاطق. منك انت. وانت كنت واحد من اسماعيلي. وهو رفض بركات وانت خدته. يا دكتور مش انت انت راجل العلم. هي دي بقى. هي دي انت اتخنقت على محمد عبدالله فضل الاهلي. اتخنقت على الشريف عبدالفضيل فضل الاهلي. جريت وراء خالد بيبو جي الاهلي. اتخنقت عشان عبدالله السعيد جي الناد الاهلي. عملت اخناءة كبيرة جدا. على كل لعب جيناد الاهلي. طيب بقلنا كم سنة ماخدناش لعبه. من لسماعيلي. وهم بقالهم كم سنة. بياخدوا لعب من اسماعيلي. اللي بيقولوا بياخدوا لعب من اسماعيلي. فين السببات هنا وهنا. هي دي. سانيا. طب فين لعب من اسماعيلي اللي استمروا. في اندية غير الاهلي. الاهل السنة دي عرض على الاسماعيلي يشتري متولي. الاسماعيلي رفض وتمسك. في الوقت اللي زمالك خاد إبراهيم حسن وراه طبل وزفة وفرحة محدش زعل محدش زعل قبل كده طب هي لعبتي الإسماعيلي الموانس عاد لقال حاجة مسياد الدكتور اللعبة دي ما كانتش في الإسماعيلي ده كل واحد مرة على الإسماعيلي لعب سنة أو سنتين وانتقل لنادي آخر اللي راح شايف في الانجليزي واللي راح تركيا واللي راح معرفش في السعودية واللي راح قطر واللي راح في حتة تانية وده سوق احتراف انت السنة دي جبت 17 لعب السنة اللي فاتت الدهم أو أكتر وعايز تجيب تاني والعملية مفتوحة حد قال الزمالك بيفرغ الاندام اللعبتها حد قال ان الزمالك لما جاب 4-5 لعيبه مرة واحدة من اتحاد الشرطة ننزله درجة تانية بعد ما كان بينافس على المربع الزهبي في دور المجموعات حد قال ان الزمالك بيشتري من ان بقعد كذا مرة كل الطرفين ما يبقوا كويسين في ان بياخدهم حد تتكلم محدش تتكلم ساخد انت لعيب واحد تجيب لاعب يبقى الاهل هو اللي فرغ والاهل بيكسب البطولات بلعيبة الاسماعيلي طب هي لعيبة الاسماعيلي وهي مع الاسماعيلي لم ياخدوش البطولات اذا كانت المسألة بهذا الشكل بس هي في الاول وفي الاخر شماعة وربنا يخلي صناعها للاهل لا بس يا اشكالها لما تتطوارس الناس تقولها بيقولك بقى باستسهال بقى لا لعبك الاسماعيلي حد النظر تتسمحها حاجة غريبة جدا انا لما قوليش كان حيروح للمنافس دائما كان اللي ينافسني على صفقات الاسماعيلي كان نادي زمالك كان بيسعى لأيه هو بقى سعيتها تفريغ الاسماعيلي لا طيب انا الكابتر ردة سيكا وكابتر اسلام الشاطر راحوا لزمالك في 2003-2004 اللي هو الموسم اللي بيولجي قاعدنا نأخد ونفرغ كنت انا خدت مين بقى سعيتها 2001 ردة سيكا وقول مرش بتاع ستة واحد كان موجود فيه ايوه انا مخدتش يعني الا الكابتن اه بركات من العربي اللي خده من اهل جده يعني طول ما هوا برا هم اللي هوش لازمة بالنسبة للناس لكن يجري الجا عندنا ده انا خدتهم من الاسماعيلي خدتهم من الاسماعيلي طيب انا خدت الكابتن احمد فتح من ايه شيفل ديونايتن ودي كان تاني تجربة احترافية له الاجمل من كده بقى هي اللعيبة اللي بتسافر برا دي وكابت النحاس واخده من تجربة في السعودي النصر السعودي النصر السعودي يشوف العظمة وكان يقدر يستمر هناك والاسماعيلي بيعوا والنصر عرضوا للبيع بعد ما محصن صالح بشي اللي أنا عايز اقوله اللعيبة دي بتفضل ترجع مصر وهي محترفة في الخارج عشان النادي الاهلي ليه عشان عارفين لو رجعوا الاهلي فرصة انه ياخدوا البطولات موجودة لان في عنصر مضاف من النادي الاهلي انه هو ما بتكلمش عارف انه عنصر مضاف لا بيكلمك عن الحظ ولا بيكلمك عن السحر ولا بيكلمك ولا بيكلمك عن التحكيم وهو وهقولها في حينها دي تحدثنا عن التحكيم عندنا لما يكون هناك مجال للجدل لم يحتج النادي الاهلي ان المنافس حتى بيقولك اكد ضربات انت لو سأل الفريق اللي كان بيلعبك اقولك هي ضربة واجون صحيح وضربة جزاء اه كابت المختار قال كده اه واخد بالك لما تسأل الزمال كوية التحليل عندما يتطفق كل الناس على حاجة يبقى والقائم عليه مش قادر يبرر يبقى هنا تحرك وبيانه حنقش وكلمة كلمة عشان تعرفوا كيف يصدر تصدر بيانات المدروسة طيب شغل بقى المنافلة طلع على شوارب الشماعة الجديدة قوي يقولوا على الفيس فوق وتحدى تانية عمري وتحدى بيقولوا على الفيس بوك انك اخدت فنلات اللعيبة وروحت الواحد ساحر يانا يانا بقى وانا عرفش اجزب انا بقول لها واردت عارف عيانك بقول لك اتحدى ما شفت الشبراخيت دي من عشر سنين تقريبا كنا سبعة وتسعين او تمانية سمعة سنين بقى بالنا كم سنة تمان سنين من ايما عمادت جالة الصديق العزيز كنت رايح ابرقله لما ادلع واخد بالك وما رحتش تبرخيط يبقى عملت يبقى عملت السحر في حتى تاني بس انا بقى بقى ما رحتش ابرخيط ما في بلاد في المنصور اما رحت راحت ايما رحت فين بقى بالساميلات بقى رحتش انا راجل بص السعر موجود في القرآن تمام وانا شاري احسن لعيبة موجودين في مصر مش محتاج سحر اللي محتاج السحر بقى وبرجل مسلوخة وكلام ده ابيدوا عنا جمايكا لان جمايكا كان شغال ماتش برجل عرب مية مية عايزة لعب النادي الاهلي راجل لراجل مدرب لمدرب لعب للاعب لعب للاعب انما حضرتك هتعمل لسحر زي المرة اللي فاتت انا بقولك دي مش رياضة انا عايزة لعب الاهلي راجل لراجل انما سحر لسحر لا انا معرفش ازاي ممكن فرقتين يلعبوا يستحموا بمية ومالح ينزلوا الملعب نضاف قوي انت عمق مش ننزل خاشل شفت الماتش اللي نزل الادارة بتاعزمالك ها قبل بلتخل عالت الاهلي ها هو هو فكرة السحر طبعا مذكورش القرآن مؤكد لكن فكرة ان بس عشان القرآن لا ونبي عشان خاطري اتفضل ما تطعنيش وانا تطلعني بقول لا تقربوا الصلاة اعمل لك سحر لا بتعلق بعد انت بخلص جملتها امراهيم السحر مذكور في القرآن خلاص ولكن مسألة انه يبقى هو سبب فوز ناس بتاخد بالاسباب لو ان الحقيقة الفريق فوز باي فريق فوز بالسحر ليه ما بنكسبش كاس افريقيا باستمرار ليه ما بنكسبش كمصر كاس العالم والروح كاس العالم باستمرار هل لان كل واحد عنده سحر اقوم التاني يعني السحر بتاع الاهلي ده مع عصى موسى مثلا يعني ايه الكلام ده كلام ما يتقال السحر في القرآن له سياقه وصياق فيه فلسفة مهفوق ما يتخذش بالخفة دي يعني ما نيجي في الكورة نقولك السحر شوف علشان حتة القرآن لانه كل واحد يكلمك يقولك ما هو سحر مذكور في القرآن يا عمي ما تكمل ما هو بقية الآية اللي بتنص على السحر معناها وما هم بضرين احدا به الا باذن الله ما هم ما هم بضرين به احدا به من احد الا باذن الله عشان بس نقول نص الآية يعني مهما سحرت ومهما عملت مش هتفيد او هتضر الا بإذن الله تعالى ده للناس اللي بتردد دايما كلمة ما هو السحر مذكور في القرآن طبعا كل حاجة مذكورة في القرآن الله ما العمل ما العمل مذكور في القرآن ما الإخلاص ما النشاط ما الصدق مذكور في القرآن وانت بتدور بس على ايه اللي مذكور في القرآن وهو مذكور في القرآن ومشروط انه مش هيدر ولا حينفع ولا حد هيفيده بحاجة الا بإذن الله فالمسألة مقرونا بمشيئة الله لكن فكرة تعالوا لعبونا راجل للراجل يعني مشيئة الله تتجلى في أن يتغلى موسى بسحره عن سحر الهدف الهدف المعجزة السحرة عشان الناس تعرف ان نازل بمعجزة بالظبط نازل برسالة يؤمنوا بها عشان مشوفوا معجزة هذا هو نحط يده وتطلع بيضاء من غير سوء هذا هو السحر الذي بمشيئة الله يتحقق بالظبط إنما عشان تكسب ما تشكورة تروح لسحر كلنا يلا بينا نروح للسحر أنشط ناس في السحر والشعوازة وكلنا بنشوفها في المدرجات الأفريقية الإخوة الأفارقة لو هي بكده لكان الأهل قدر ياخد بطولة ولكان فيه فرقة غير الأفارقة خادت بطولة وكان زمانهم كسبوا كاس العالم كتير كانت أوروبا المتقدمة المتحضرة ما كسبتش ولا مكت في أي حاجة يا جماعة احنا في القرن الحدي والعشرين سدوني ده عبس لو ساذ أبراهيم في النقطة مهمة جدا أنا يوم مقنع فرقتي أن الفريق المنافس بيكسبني بالحسر بالسحر أنزل قدام الماتش أنا منهزم طبعا طب حعمل ما مع السحر ما نقدر الشبكة مقفولة بيقول لك لعبوني راجل براجل طب أنا نازل و أنا عارف أن ده ما بلعبنيش راجل براجل ده مع السحر بيكسبني إزاي طب يوم ما بيكسبني بقى هو أنا مروحتش للسحر يعني ليه أنا خسرت أنا بقى أنا اللي بعمل السحر مش أنت مش حقولك أنت اللي كسبتني بالسحر أنا اللي بعمل السحر ما كسبتش لهم إيها أنت روحت للسحر أشتر بس أنت بتقول أنا مروحش للسحر منافس بتاعي بيروح للسحر فالاستناد على حجة السحر والحظ والغيبيات في مكان الجهد والسعي والأخذ بالأسباب وقيم العمل يؤدي إلى انهزام نفسي قبل أن تبدأ المنافسات عرفتوا ليه الأهل بيكسب عرفتوا ليه الأهل عمره مفتح فرع لمصنع الشمعات وأن في ناس مصنع الشمعات عندها كترة قوي قوي في ملاحقة الأهل بيها وده للناس للجمهور أنك باستمرار هتسمح حاجة باستمرار هتلاقي فيه تشكيك في الطولة طول ما هذه الأصوات موجودة وطول ما مصنع الشمعات دي شغالة هعرفوا أن الأهل تاني لأنه بيشتغل أذكرك بنقطة مهمة جدا لأن تجيت لآخر الشمعات المثل الذي أقوله دائما أنا بسعدتك في بنك البنك نزل كورس وبيقول لك أصر دي ستفتني أنا وأنا بشتغل في مكان ما كان يطلعوا عشان يحضروا كورسات تدريبية ناس كانت بتروح توازم ونسل تروح يرجعوا خلاص انت حور بعد سنة اتنين يلاقوا اللي بيموزبين على الكورسات ترقب بيسبقوهم في كل شيء الناس شايفة أن ده أكفأ من ده فيبتدي يقول لك أصلي ده بقى ابن فلان ها ابن فلان ومراته تعرف مرات المدير لقى وفيه بقى ما فيش بقى حاجات عائلية يقول لك أصلينا دمت إلي على الألبوم لإني صريح وقلب اللي في قلبي على لساني وما بنافقش وبيقول لك ألفاز تانية وما بعملش مش عارف إيه وهو طول النهار يلمع أوكر وينافق إيه سبب غير الاجتهاد فيظل هذا ترقى ويظل هذا يحتج ويظل الأهلي يكسب ويظل عمر أديب بيدور على سبب تاني خالص بعد كل دول أنا عارف إن الوقت مش مناسب بجد وما كنتش ناوي أبدا لن أقول كده بس مش قادر ألف مبروك للنادي الأهلي والرحمة بقى يا زمالك الرحمة بجد كده ما ينفعش أنا أسف مساء الخير يا مستر عمر آلم مستر عيز زي آلم آلم إيه الأخبار الحمد لله كيس كله جميل إيه مالك سعالين لي فيه ده أنا متنرف ده أنا في قمة يعني أنا بجد أنا أسف جدا اللي بتكلم في موضوع زي ده شخصي أو أو يعني شخصي هو آه لكن إن هي العلاقة فيها مشكلة هو موضوع شخص لا مش على كده على إنه مش وقت إنه إحنا نتكلم في الموضوع ده لكن مش معقول ده بقى عامل زي الدرس شرط ليسود مش نافع شرط لابيا لا 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 الشرط ليسود كابس من تحت زي كابس عارف من الناس مش قادر عارف الأهلي بيلعب برضه بشرط مش كابس من تحت يعني أنا حاسس وهو تعرف طبعا الحزن في القلب يعني ليسود ده حزن في القلب مش يعني مش مش تحت نازم الكابس من تحت والله يخف الدم طبعا لازم الإنسان يحييها وقال أبعوف زي مالكوال لأن المرحوم يوسف أبعوف وكيل أول وزارة الشباب وكان زي مالكوال وكانت معروفة وله الكثير من المواقب بمناسبة إن الأهلي بيكسب بالشرط ليسود لا عشان الشرط كابس بالمسؤولين بالدولة أيو صحيح 80% من المسؤولين الذين تعاقبوا على رئاسة الشباب الرياضة الشباب الرياضة مش أهلوية صحيح والأهلوية اللي جم بواحد جيه قاعد سنة كابتن طاربوزيد وطاربوزيد جي خلص على الأهل ومشي الاتنين الأهلوية فقط الأستاذ عمري قاعد سنة ومشي وجيه الكابتن طاربوزيد حل لمد صدارة النادي الأهل محدش حل لمد صدارة النادي الأهل في كل الوزراء السابقين غير كابتن طاربوزيد ابن الأهل حد حلوم وحلوم لمدة ثلاث ساعات في قبل ما يغادر مكتبه بثلاث ساعات كان آخر قرار مضاه عشان يطمئن أن المجلس ده ما يكونش موجود ويبقى فيه وحط بقى كل البنود اللي بقالي بقالك في اللايحة ومنع الأهل يعمل لايحته هذا هو ولكن كان قبل ما يصدر الدستور الجديد قبل الدستور لحيزور بعد ساعتين ولذلك تقلو هذا سيخالف الدستور قال لك الحق فالمهم اللي أنا عايز أقوله أن دي بيترد برضو على حاجة سابقة الأهل بيكسب بأن نادي الدولة نادي الدولة ما أنا قلت لك لا هو اللي ما حطاش هنا أن الأهل على رأسه ريشة بس هي دي ريشته بقى كل الحاجات دي أنك طوال تقول كده والأهل ريشته أنه لا يلتفت إلى كل ده بيعمل يجتهد يخلص زي ما إحنا شايفين النموذج لم يسمقه إليه أحد في الوصول إلى مشروع نظام أساسي يصوت عليه محل التقدير واحترام من كل الناس وجبنا الأستاذ محمد سيف قال إيه وغيره غيره المهندسة الشام حطب قال إيه فهو ده هو ده حظ الأهل وسحر الأهل وحكومة الأهل ودولة الأهل ودولة الأهل بكده بالشغل ده الأهل يعيش في كل ضغوط وبيعمل بمنطهة طاقة عشان يحقق مشروع العيلة زي ما بيقول اللي ماشي في جدوله لا لم يبقى شيء إجامد واحد عايز أتحرك إلا مشروع الأستاذ ولوه ظروف كلنا يعني ندركها لكن بإذن الله يتحرك برضه بجود النادي الأهلي لأن طالما أنه في نطاق السمار حتقدر تتحركه فالليا عايز أقوله خد من الأسباب أنت واشتغل وسيب غيرك يحسدك هذا كلام لازم يكون بقى مفهوم سيب غيرك وراء مصنع الشمعات يدور على أي شماعة جديدة قالوا الأهرام الأهلي بيكسب عشان بيضم لعيبة بياخد فلوس من الأهرام قال لك العقد بتاعه العقد بتاعه عشان الأهرام بتجامله قال الأهرام بقى لكم سنة والأهرام زعلان إنه ما بيخدهاش بالضبط الأهرام يدخل المزايدة مع شركة صلة على مزايدة شراء حقوق رعاية النادي الأهلي توصل لنصف مليار جنيه تقريبا ويخسرها الأهرام ويكسبها ويكسبها طيب الأهرام ما كانش موجود في الدورة اللي قبلها أرقام الأهلي كانت عاملة إزاي هو ده ناس بتشتغل وبتعلي القيمة بتاعتها القيمة التسويقية بالنسبة لها وبطولات ونجاحات بتعلي القيمة وناس شغالة أقول لك بالعالش بقى وكله بتكلم في الحكاية دي ميزانية الأهرام ودخلها كان كام وهي معها رعاية الأهلي وكانت بتدفع أعلى رعاية اللي بتجامل بيه الأهلي وحجب الدامج اللي حصل في الميزانية دي والخسار نتيجة إن الأهلي مش معها خسرت عميل كبير مش خسرت العميل لا أنا مش عميل أنا بالنسبة لهم شريك زبون ها يعني أنا هم خدوني وخدوا حقوقي ويشتغلوا بيها أنا مخدش منهم أنا خدت منهم فلوس هم خدوا الامج دي عملوا منه فلوس قد إيه هم هم كانوا جدين إنهم ياخدوك عشان يقدروا من الامج بتاعك أو صورة زينية بتاعتك يكسب هم كسب تمالي كانت تزيد عن ضعف اللي بيدفعوه النهاردة ليل الأهرام حريصوا بيخش المزايدات دي لإنه عارف إنه مهما دفع حياخد ويكسب فالأهلي هو التجارة يعني التجارة التي يمكن أن تراهن على إنها لو خدتها بإن لا تحقق ماسا